يعني دكتور مرديني بكرة إذا ما انضبطت كل المنصات بالخارج وضل في منصة واحدة تقدر تلعب بسعر الصرف اللي من كل عام نعملهم بالداخل بيكون ما بيوصل لمطرح يعني ما بتصور بدنا نحن حدا يلعب بسعر الصرف نحن بدنا نفتح كل المنصات برة وجوه والمصرف المركز يبدو يعمل المنصة يا أهلة وسهلة وهذا التنافس بين المنصات هو اللي بيبين لك السعر الحقيقي أما التخفيف عدد الليعبين هو بيصير هذا بيأدي للمضاربة والتقلبات الكبيرة اللي شفنيها لك اليوم نحن في لبنان عايشين بنظام معوم لنا سنة ونص على السوق السوداء ليرة عائمة ومش عائمة عم تغرق إذا بدك الحقيقة بهذا بيظل النظام المعوم إذا المصري في المركزي بيطبع ليرة الناس بتاخد الليرة وبتطلب دولار فيها طلب المرتفع على الدولار هو اللي عم بيطلع الدولار أنا كيف بدي أطلب دولار بدي يكون معي ليرة أنا كل ما طبع ليرة كل ما زيد الطلب على الدولار وبالتالي بس يزيد الطلب على الدولار من وراء طباعة الليرة بيصير فيه شغلتين يا أما المصري في المركزي بيخسر احتياطه إذا بده يضخ يعني بيكون عم بيطبع ليرة من مال ليرجع يعطيهم قبيلة دولار وبالتالي هم بخسر احتياطي وهذا الشي اللي قاله الحاكم هذا الشيء اللي قاله الحاكم أنه رح يتدخل مشان يضبط سعر الصرف من الاحتياط يعني إذا بده يضبط سعر الصرف بيطف وما طبعه بيوقف يضبع ليرة يعني بيقول أنا ما بقفيني مول نفقات الحكومة من وراء طباعة الليرة وأنا ما بقفيني مول صحوبات المصارف من وراء طباعة الليرة رح تلع صار خطين نهار بيعملوا إصلاحات ما أنا كل شيء عم مولون من خلال التدخم المفرط لا رح يخفضوا نفقاتهم الحكومة ولا المصارف رح تعمل إعادة هيكل اليوم كل شيء وفتح لهم كارت بلانج انت ترك لهم ديبت كارت يسحبوا فيها قدمة بدهم يعني اليوم هني عم يمولوا النفقات المرتفعة وعم نمول خسير المصارف من وراء التدخم من وراء طباعة الليرة عم ندفعها مباشرة للشعب اللبناني وبالتالي أنا برأيي أي أصلاح لازم يروح باتجاه ضبط القدرة على طباعة الليرة لو من هوني منفوت على موضوع الكارنسي بورد إذا بدك نقطة